منتخبنا العراقي ودع تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع سوريا وفوز الإمارات على كوريا في الإمارات بهدف مقابل لا شيء الإمارات تأهلت إلى الملحق مع أستراليا أسريح عبدالغني شهد يقول زيدان قبال رفض الاشتراك في المباراة بعد استدعاه للتبديل بعد الدقيقة 84 يعني حقا ما يشترك جامل مانشستر يوناتر اللي هنا أنا وما تنزله نزل ليها دقيقة 84 شثري ليسه ويقابل عبدالغني شهد يقول زيدان قبال موهبة شابة وسيكون له شيء كبير في المستقبل وحتى العراق كره من وراكم مادام أنتم موجودين أصلا ما رح يكون إلى مكان بالمنتخب إيران تتغلب على لبنان بهدفين نظيفين قتيب المجموعة لإيران 25 نقطة كوريا الجنوبية 23 لإمارات 11 العراق 9 سوريا 6 نقاط لبنان 6 نقاط منتخب السنغال يفوز على مصر بركلات الترجيح ويتأهل لبطولة كأس العالم في 2022 بولندا تتأهل إلى كأس العالم في 2022 بعد فوزها على السويد بهدفين نظيفين البرتغال تتأهل إلى كأس العالم في 2022 بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين نظيفين اشترك بالقناة تفاحل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كاما معكم أنس في أمان الله نلتقى بالنسبة لجديد